الاتفاقية الاستراتيجية انا شخصيا ارى ان لا قيمة لها كبرى والسبب انه بنيت على اساس خاطئ الولايات المتحدة الامريكية انا في وقتها انتقدت بشدة وكنت قريبة الى الحكومة والى المؤسسة السياسية الشيعية في العراق حيث جاءت الولايات المتحدة بوفد انجرار من العسكريين الجنرالات والمحامين والخبراء لتفاوض على هذه الاتفاقية ومثل العراق اربع اشخاص من حزب الدعوة وقاد هذه الاتفاقية صادق الركابي وهو شخص لا يفقه لا بالسياسة ولا بالعسكر ولا بالاستراتيجيات وعزلت وزارة الخارجية والدفاع وكل الدولة واصبح اتفاقية ما بين اربعة لا يفقهون من حزب الدعوة وبين الامريكان لذلك اتفاقية ظهرت بمظهر ضعيف ومهلهل وحتى لم تكتسب الشرعية الكاملة في العراق لانها لم تعرض على مجلس النواب ولم تناقش بشكل واسع وكانت اصبحت اتفاقية حزب الدعوة مع الامريكا وهذا كله بسبب قلت فهم حزب الدعوة وصغر يعني قلت فهمهم في السياسة والعسكر واحتكارهم للسلطة بشكل طفولي وبشكل مخزي اما من ناحية الحكومة العراقية الحكومة العراقية تتحمل مئة بالمئة هذا الموضوع يجب أن نتذكر أن هذه الضربات لم تقتل الامريكان فقط فقط قتلت عراق وجرحت عراقيين في كيوان جرحوا اثنين عراقيين في ضربة سابقة على المنطقة الخضراء عن قتل عراقي انا اتعجب أن الحكومة العراقية تدين الضربة ولا تدين قتل عراقي من قواتها المسلحة او جرح عراقي من قواتها المسلحة ولا تدين فصيل يأتي بقاذفات صواريخ وينصبها ويضرب دعش مرة ضربوا الامريكان والحكومة العراقية مكتوفة الايدي طبعا السبب معروف لأن الحكومة العراقية حكومة نواطير لصالح ايران وهم عملاء لايران واقزام لايران وانا قلت في مناسبة سابقة يعتبرون الموجودين في المنطقة الخضراء العراق هو جزء من الامبراطورية الاسلامية الايرانية التي مركزها الاستانة في طهران وبغداد هي تابع لها وهم فقط موظفين لصالح هذه الامبراطورية فما تفعله ايران في العراق هو في رأيهم الاسلامي المتخلف هو جزء من انتماء هذا العراق لهذه الجمهورية الاسلامية ولذلك نقول ونردد أن هذه الطبقة لا يمكن أن تستمر ويجب حل البرلمان العراقي والايتيام بحكومة عراقية تحافظ على سيادة العراق سيادة العراق هي موضوع أو مفهوم له ثلاثة أبعاد وليس فقط بعد أمريكي عندما تقوم أمريكا بالضرب نقول تمت مخالفة السيادة ولكن عندما يأتي سليماني إلى المنطقة الخضراء ويجتمع بالعقيادات الأمنية مثلا دون علم الحكومة ودون وجود رئيس الزراء هذا ليس مخالفة سيادة عندما تقوم الفصائل بالضرب هذا ليس فقط هناك تصريحات لرسائل الفصائل منهم قيس الخزعلي ومنهم آخرين الذين قالوا هناك نوعين هناك الحجد الشعبي وهناك فصائل مقاومة وفصائل مقاومة تتبع ولاية الفقير ولا علاقة لها بالحجد الشعبي فكيف هذه السيادة كيف يمكن لأي بلد يكون فيه فصيل عسكري يتجول في الشوارع ولديه مقرات وداخل بالحكومة ويأخذ راتب من الحكومة وتمويل وهو ولاه إلى طرف خارج عراق الوليد فقيه خامني وليس فقط رجل دين هو رجل سياسة فكيف يمكن لفصيل عسكري في برطانيا أو في المغرب أو في مصر يكون ولاه إلى دولة أخرى خارجية هذا قمة مخالفة السيادة فإذا تكلمنا عن مخالفة السيادة يجب أن نبدأ من إيران التي تستعمل أرض عراق لضرب الأمريكان ولا لننسى أن العراق تستخدم لضرب السعودية ضرب في منتصف الشهر الخامس على المنشآت النفطية السعودية والتخطيط لضرب دول أخرى فلذلك السيادة العراقية ليس فقط منتهكة بل مسحوقة من قبل إيران والرد الأمريكي جاء فقط لدفاع عن النفس وهو أنا أعتقد في منظور العسكري وفي المنظور الاستراتيجي مسموح به ومقبول أشكرا